يعني الملاحظات الحقيقة اللي عكستها صابت أكرم واللي شفته على مدارة الـ 24 ساعة الأخيرة الحقيقة بيقول أنه مش أقول كل لكن فيه جزء كبير الحقيقة من المناخ الرياضي في مصر الحقيقة مسمم فيها حالة من حالات التشوه يعني على الرغم المفروض أنه الرياضة دي بتحكمها في النهاية المنافسة الشريفة ومفترض أنه الأخلاق الرياضية يعني أو الروح الرياضية تبقى حضرة في كل شيء حتى وقت الخسارة لكن يبدو أن الأمور عندنا بتحصل بالعكس ويبدو أن كتير من المفاهيم اطلع بطت ويبدو أنه الكبار اللي في موقع المسؤولية مش مدركين حجم تأثيرهم السلبي على الصغيرين اللي ما تقدرش تحسيبهم لما تشوف الكبير بيغلط ما تنتظرش من الصغير أنه يمشي على الصراط المستقيم واحد طبعا يعني أنا مش عارف أسميها إيه يعني هي لا من الدين ولا من الأخلاق ولا من حسن التربية أنه يبقى في حالة شماتة أو حالة فرحة في إصابة أي حد يعني الشخص ده يعني شخص مريض بجد أو الأشخاص دول ناس مرضى ناس مرضى بكل ما تحمله الكلمة دي مش استعارة ولا كناية عن شيء دي ده لفظ دقيق جدا بصف به الحالة ناسي محتاجة تتعالج بجد ناس دي بتعاني من حالة تشوه واضح وصريح جدا في المفاهيم المشرياضية أنا بكلم على حد الإنسانية يعني مش لازم الرياضة ده في أي شيء في الدنيا الحقيقة وكلام كتير طبعا واتهمات كتير للكهرباء بأنه السبب في إصابة أكرم إصابة حصلت في ميرانة عادي وبدون احتكاك أكرم وقع على رجله وده قدر ربنا حتى هو أكرم نفسه يمكن كان مهتم جدا بتوضيح النقطة دي يعني حضرتكم زي ما انتوا شايفين ده بوست عملوا أكرم توفيق عشان يعني يبرق به الاتهامات اللي طالت كهرابا على طول كتب فيه زي ما حضرتكم شايفين التويتة دي أو البوست ده بيقول فيه ده على انستجرام قال الحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا ثانيا فيه ناس بتقول أنه كهرابا سبب الإصابة ما فيهش حاجة ما فيهش أي التحان بيني وبين كهرابا حصل قدر ربنا والقدر ما فيهوش مفر وأنا طول عمري عارف أن الدنيا دار ابتلاء وأنا راضي باختيارات ربنا والحمد لله رب العالمين وقدر الله ومشاء فعل ثالثا شكرا لكل الناس اللي سألت علي وحتى اللي كان نفسه يسأل أنا قلت لكم في بداية حالة حالة أكرم لم يتم تشخصها ولا تحديد حجم الإصابة وتأثيرها على مشاركته ولا فترة غيابه حتى اللحظة اللي أنا مع حضرتكم فيها على الهواء وكل أي حاجة كل حاجة أنت سمعتها ليس لها أي أساس من السبب